تسببت العاصفة المطارية المصاحبة لحبات البرد الكبيرة على منطقة جبل الزاوية الاثنين الماضي بتساقط ثمار أشجار المشمش والتين والتفاح والزيتون وصلت نسبة الضرر فيها إلى 70% بحسب مزارعين في حين يعد موسم الأشجار بالنسبة لسكان الجبل مصدر دخلهم الوحيد نتابع المادة الآتية ونعود النقاش والله نزل عنا برد ما يقابل قد الجوزي يعني برد ومضارة بالموسم عنا التين والمحلب واللوز وفي عندي شجر تفاح وشات البندورة ومشات الكوسة كلها روحي السمر كله هر على الأرض العرايش عنا تكسر التربين كله والمحلب هر المشمش هر الزيتون هر فيل شي عنا بالشجر يعني هر ثلاثة ثلاثة وتمثلة واحي في السجر خسارة تبايتنا كانت 80% كنا نحنا متكلين على الله وعه الموسم نعيش منه للسنة القادمة لأننا كنا نحنا منستنى من السنة للسنة والحمد لله رب العالمين صار البرد وانضرب الموسم تبعنا مبارحة مرقت علينا عاصف رعدي وصلت على المنطقة لعنا فضررنا ضرر كبير جدا جدا بالنسبة لحبة البرد حبة البرد قد حبت الجوزي قد حبت المشمش وأكتر وبالنسبة للمشمش والأشجار كلها بالكامل انضرب الموسم عنا انضراب كامل بالنسبة للعريش الدولة كلها ما بنستوض منها ولا ولا ورقة ولا عنقود يعني نهائيا خالص وبالنسبة للموسم المشمش الكننا متأملين فيه مننا مثلا الناس كلها مسجدين عد فاتر نحنا مثلا عم نشتري ومسجب فتكاكين عد فاتر منقول للموسم الحمد لله الله سبحانه وتعالى هذا المشمش لايك وطلعه والله نسبة الضرع تسعين بالمئة تسعين بالمئة لأن السجر فيه سجر منتهى خالص يعني التربين كله ينزل على الأرض كله مكسر ونزل والله العصافير شفت مبارحة أكثر من طيور ينزل من حبت البرد هالأد حلا نحنا منعرف حبت البرد إذا نزلت تنزل هالأده مثلا قد حبت الحمس أو أصعر مبارح سبحان الله نزل حبت البرد يعني بك تقول قد التفاحة أو قد الجوزي مثلا نزلت وبغزارة يعني عجبال الزاوي بشكل عام والحمد لله رب العالمين قامت ضرر لنا السجر بشكل كامل يعني بك تقول 20% من الموسمنا اللي صلنا يعني بتعرف اندي صلنا كذا سنة بنتعب وكذا يعني حتى ضرر لسنة البادة تجيه ضلينا طيبية مثلا سنة البادة تجيه حتى ما أقا بيصير سمر لأن الغصن كله نزيل لأيك شوفت عينت الغصان والوراق كيف هاريت إن شاء الله نحن متأمن من الله سبحانه وتعالى أن يعودنا يقول الحمد لله رب العالمين للحديث أكثر عن هذا الموضوع عن ضم إلينا موسى البكر مهندس زراعي من إدلب أهلا وسهلا بك أستاذ موسى تحياتي أستاذ الله صد وقتك يا رب بداية يعني كم تقدر حجم أو تقدر حجم الخسائر التي لحقت بالمحاصيل الزراعية من جراء هذه العاصفة المطرية بالنسبة للأضرار طبعا هي كانت بالنسبة محاصيل زراعي بالإضافة للأشجار المثمرة تباينت وتفاوتت من قرية لقرية ولكن التركيز الأكبر كان على جبل الزاوية ففي بعض القرى أو قلنا نقول معظم القرى تراوحت الأضرار فيها من حوالي 60% من الأشجار الموجودة عندهم وفي من نفس هذه المناطق ونفس هذه القرى بعض البساتين التي تجاوزت فيها نسبة الضرار 90% طبعا هنا نختلف حسب الهطولات الأكثر وحسب كبر حجم حبة البرادة التي تساقطت على المنطقة. طيب ما أبرز المحاصيل التي تضررت؟ بداية معروف جبل الزاوية أشهر المحاصيل عنده وأشهر الأشجار المحلب بالإضافة للتين والزيتون والكرز والوشنة. التأثير كان بشكل كثير عليهم ولكن الضرار كان أخف على المحاصيل الخضار لأنه منطقة جبل الزاوية يزرع فيه الخضار ولكن بينسبة قليلة جدا تركيز الأكبر عندهم بالنسبة للأشجار والضرار تركز عليها. طبعا كان ضرر على محاصيل بندورة وبعض المساكب. الورد والخضار الثاني. ولكن ضرر الأشجار كان أكبر بكثير. طيب في هذه الحالة ألا يكون هناك مثلا تعويض للفلاحين يعني هي هطولات بالنهاية مطرية خارج عن الإرادة لربما. هل يوجد تعويض للفلاحين في هذه الحالة؟ تماما. بمسألة تعويض هنا لازم الجهات المسؤول عن المنطقة فتابع أمر المزارع. لأن المزارع يعني حتى اللي عم يطلع. أنا مركز على الجبل الزاوي بتحديد. اللي عم يطلع يشيل محصوله فبين قواصين هي أشبه بالخطفة. لأنه مثل ما بتعرف القصف المستمر حتى المزارع اللي عم يطلع. فهو عم يطلع تحت ضرب النار. فالإفادي عم يستنى الموسم الاتكال من بعد الله عز وجل. عم يكون على هذا الموسم. ومثل ما أنا المخاطر الكثير. ونحن نشوف بكل موسم من المواسم. إن كانت للكراز الوشنة. المحلة بالتين مستقبلا. فنشوف أنه فيه استهداف بشكل متكرر وبشكل مستمر للمناطب. فهذا الأمر المفروض يكون فيه ضرر للناس. طيب مثل ما حكينا. يعني بشكل دائم. عم يطلعوا يشيلوا محاصيلهم من تحت النار. طيب كخيارات متوافرة مثلا أستاذ العزيز أمام الفلاحين الذين خسروا هذه المواسم. ما هي الخيارات المطروحة حاليا أمامهم للتعويض؟ بالنسبة للخيارات مثل ما حكينا. يعني في عنا جهات مسؤولية المفروضة كان من الحكومة القائمة أو المنظمات. يعني هلأ الأمر اللي صار هي حالة أشبه بالكارثية لكثير من الناس. لأنه مثل ما حكينا. أنه التركيز الأول والأخير. وكان على هذه المحاصيل. ومع فقدانه للمحصول. اللي كان باني كثير من المشاريع البسيطة. أو عنده تزديد للديون. أو حتى المصار اللي بدي طالعها هي لتصد رمق العيش. لحتى يعيش فيها. يعني يطراح كل شيء. وهذا الأمر ليس نتيجة أن أرض أنا خلصنا انتهى موسم. أنا ما رح ألقي لهبا. لا. في تكاليف سبقتها. كانت تكاليف الأسمدة. استقايمة بعض الأحيان. التشحيل وغيره من الأنواع الثانية. العمليات الخدمة بالنسبة للأشجار والفلاحة. فالمزارع بهذه المنطقة يتكبد خسائر كبيرة بداية. بالمصارف الموسم بدي تكون في حصاد الموسم. يعني هذا شاء الله عز وجل أن هذه ظاهرة طبيعية. ما لا تدخل. ولكن واجبنا أن نكون نستند له بهذا الأمر. لحتى يتم تعويض. ولو كان الخسائر اللي حطها لحتى صار الموسم. طيب. أحد الفلاحين قال أن هناك تداعيات لهذه الأضرار. سوف تلحق بالموسم المقبل. يعني ليس فقط على هذا الموسم الذي تضرر. ولكن الموسم المقبل أيضا سوف يتضرر. هل لك أن تشرح لنا كيف يتم ذلك؟ بالنسبة للأضرار اللي ممكن تلحق أستاذ موسى يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع أستاذ موسى البكر. بكل الأحوال أتشكرك جزيل. الشكر أستاذ موسى البكر. طبعا نتحدث. نحن ما زلنا عزيزي المشاهدين عن هذه العاصفة التي تسببت. كانت مصاحبة لحبات البرد الكبيرة. وحطلت على منطقة جبل الزاوي الاثنين الماضي. تسببت تساقط ثمار أشجار المشمش والتين والتفاح والزيتون. ووصلت نسبة الضرر فيها كما ذكرنا في الخبر قبل قليل إلى 70% بحسب مزارعين. يعني كانت لديهم محاصيل وتضررت في تلك المناطق. في حين يعد موسم الأشجار بالنسبة لسكان الجبل. هو مصدر دخلهم الوحيد. هذا ما كنا نتحدث عنه مع الأستاذ موسى البكر. ولكن فقدنا الاتصال معه. أشكرك جزيلا. شكر. أملا في جسر الشغور. سوق لا يحمي المنتجات الزراعية. أيضا سنتوقف معكم مشاهدنا مع هذه القصة. ولكن في ملفنا الآن.